السلام عليكم اصدقائي ومتابعي قناة الكورة الزهبية رجعنا لكم في فيديو جديد واخبار جديدة قبل ما نحكي عنوين تفاصيل فيديو اليوم من حضر مبارح كلاسيكو الغضب كلاسيكو العالم كلاسيكو كأس السبر الاسباني ريال مدريد برشلونا خمسة اهداف من اربع مباريات العالم على الاطلاق المرنج كان عم تفوق بثلاث اهداف مقابل هدفين مباراة رائعة برشلونا كان عم يخالف كل التوقعات كما عم يقدم مباراة كبيرة ريال مدريد بصراحة المباراة كانت دون المستوى الفوز مضمون يعني ماهو تحصل لعبة ريال مدريد عندهو الشغف او عندهو الدافع اننا لعبوا بالمباراة كانوا كتير مستهترين بالمباراة وبالخصم بينما برشلونا داخلين عن المباراة لاثبات الزات عظيمة الشباب شفنا روح الشباب شفنا ناعبين شبان بنادي برشلونا بصراحة انا اتفاجأت باداء برسلون اتوقعت ان ريال مدريد يتسياد المباراة يتفوق اقل شي 2-0 او 3-0 انما الكلاسيكو دائما الكلاسيكو بعكس التوقعات ما فيك تتوقع ان يتيشت الكلاسيكو بالنهاية مبروك المرينجة مبروك الريال مدريد هارد لك برسلون يلي حضر المباراة يكتب لي كومت شو رأيه بالمباراة انا من عشاق ريال مدريد من عشاق المرينجة مبروك ريال مدريد نفوت بعناوين فيديو اليوم هل سيتم دعوة ملهم بابولي للانضمام لمنتخبنا الوطني بالاضافة العروض تنهال على لاعب منتخبنا الوطني محمد عثمان نقعد وتوقيت مباراة نادة الجيش والتعاون السعودي في دورة ابطال اسيا او الملحق الاسيوي النزار محروس يقود اربيل العراق للفوز الرابع على التوالي المشكلة من منتخبنا ام من نزار محروس اضافة رح نحكي عن نقل التلفزيوني لمباراة الدورة السوري الجولي العاشرة نفوت بالتفاصيل لايك كومنت تفعيل زر جرس بتمنى تشاركو الفيديو للاصدقاء لانوصل لاكبر عدد ممكن على الشاق رياض وعشاق منتخبنا الوطني خلينا نفوت بالتفاصيل هل سيتم دعوة ملهم بابولي للانضمام لمنتخبنا الوطني اكتر سؤال عم يسئل عبر قنوات اليوتيوب الفيسبوك او اكتر سؤال انا سألته بصراحة انا حكيت اكتر مرة القائمية اللي تم دعوة الهلأ الاسماء المعتادش سومن خريبين محمد عثمان اياس عثمان بالاضافة لكاسكاو المواس فهد يوسف العنز كل اللاعبين كرومة كل اللاعبين ساعد احمد بالاضافة كل اللاعبين مع منتخبنا الوطني المعتادين محترفين عمتم دعوتهم بشكل رسمي يا اڤاونا لم تتم دعوة ملهم بابولة إللا ما لم يتم دعوة ملهم بابولة بشكل رسمي ملهم بابولة جاهز لالانضمام لمنتخبنا الوطنينا هو الانضمام فاشُفنا وفقت hayふ이 f argument تأخر من عندنا عندنا المشكلة الإدارية لم يتم دعوة اللاعب يمكن اليوم من بعد من بعد لى الآن لم يتم دعوة اللاعب هذا دائما hemosúsica السوري. عنا دائما اخطاء ادارية. دائما. ليش? حكيت الفيديو السابق او اللي قبله تقريبا. حكيت انه طلعت القائمة الرئيسية او القائمة النهائية لمنتخب الامارات. النهائية. نحن لحد الان يعني والله شر البلية ما يضحك. نحن لحد الان عم ندعي اللاعبين. يعني تاع فلان فلان انت جاهز ما جاهز مين بدنا نختار له? لا. الجماعة عملوا القائمة واستعدوا. طب اللاعب ما بده هيئ حاله نفسيا لانضمام لمنتخبنا الوطني. باللأسف نحن متأخرين بكل شي. نحن عنا اربعين يوم لحتى تعقدنا مع المدرد. اربعين يوم. المنتخبات صارت هلأ صار المنتخبات عندها رزنامة هلأ اي منتخب عربي ما ابدو قلوك اوروبا اي منتخب عربي فتاح رزنامة عنده. تلاقي بعد ستة شهر عنده مباراة وديه. بعد ستة شهر. نحن قبل بثلاثة يام نحكي مع المنتخب البرازيلة تلعبوا معنا وديه لانه المنتخب البرازيلة نحنا انوطرنا حتى نتصل فيه. ما بعرف يعنى عم نعرف نحط حتى يعني ملعب بدنا ادورة او عفوا بدنا للمنتخب نحن رزنامة دورة ما عم نعرف لهم يعني ما بعرف يمكن عم ناقد حاليا. بس هذا الشيء مطلوب. هذا الشيء مطلوب يعني لازم المنتخب اقل الشيء بعد ثلاث اربعة شهر يكون عنده مباراة ودي. هلأ اي منتخب بالعالم بعاكله ايميل او راسله رسميا قوله بعد ست شهر قدي عمل معك مباراة ودي. ما بقول لك لا. قولك اي ما مشكي تحدد انت ويا موعد. نحن لأ نحن قبل خمس ايام نحكي منتخب الجزائري. ترعبوا معنا مباراة ودي لان احياء شعبية هي. لانك انت عم تحكي الحارة التانية وانت حكي اولاد جيرانك اه تعلهم بعضنا نحن لعباة ودي. يعني نحن لدينا مشاكل ادارية دائما متأخرين. دعوة اللاعبين بالمعسكرات بالمباراة الودي. والاسف هذا واقع رياضتنا السورية. اداريا لا اداريا ولا فنيا عم نتطور. ما عمنا احتراف بايشي. اذا بنتظار الساعات القليل القادمة. ان شاء الله انا بتمنى ان الملهم باولي يكون موجود مع منتخبنا الوطني. نحن نكمل باخبار محترفين السوريين. اذا محمد عثمان تنهى العروض على لاعب منتخبنا الوطني محمد عثمان. محمد عثمان من يومين كان عم يفسخ عقده بالطراضة مع نادي السابق سبارتا. كان عم يفسخ العقد بالطراضة. شو الاسباب ما بنعرف. اذا محمد عثمان عم تيجي كتير عروض والاهم هي العروض الخليجية. عم يجي عرض. اذا خمس عروض عم يجي. عرض من الدورة الهولندة. عرض من احد الاندي بالدورة اليونانة. وثلاثة عروض. اهل دبي. وعرض من نادي قطرة. وعرض من نادي ام صلال. اذا ثلاثة عروض خليجية. انا برأيي من محمد عثمان يعني خليجيا افضل لنا. خليجيا افضل. دائما اللاعب السوري بس يكون محترف بالخليج. سهل انك تدعي. سهل. غير وقت بيكون بهولندا بامريكا بكندا يعني عم يلاقي صعوبة. خاصة بعد شغلة كورونا وفحوصات كورونا. احترازات كورونا. فبتمنى انه محمد عثمان قريبا نسمعه. متعاقد مع احد الاندي الخليجي. بصراحة خليجيا الدورة الخليجية عم يتطور كتير. ومردود مادة رائع بيكون للاعب التوفيق اذا. للاعب انتخابنا الوطني محمد عثمان. نسبة لنادة جيش كتير. كان عم يسألوني عن الملحق الاسيوي. اللي رح يلعبوا التعاون السعودي امام امام نادة جيش السوري. بالملحق الاسيوي. المفروض المباراة تكون ذهبوا اياه. بورة محمد اهل لدورة ابطال اسيا. انها بالنظام الجديد كما حكينا بسبب كورونا رح تكون مباراة وحدي. مباراة وحدي رح تكون مدينة بريدة سعودية. مدينة بريدة سعودية او ملعب بريدة سعودية. مباراة واحدة رح تكون ب15-3-2022. اذا 15-3 نادة التعاون السعودي رح يواجه نادة جيش ممسل كورتنا السوري اسيويان. مباراة وحدي. والربحان بتاهل لدورة ابطال اسيا بالتوفيق يا رب لنادة جيش. بالنسبة اخبار مدربنا السابق نزار محروس اب حمد نزار محروس مع نادي اربيل العراقي كانت ام حقيق مع نزار محروس عم حقيق الفوزة الرابع من الفريقpped الهبوط للدرجة التانية نتحدث نزار محروس مع اربيلر يعمل عمل جبار المشكلة كانت من نزار محروس verses محروس ان ادارة منتخبنا الوطني. المشكلة كانت من نزار محروس او من مسؤولين الرياضة السورية. المشكلة كانت من نزار محروس ام من المنتخب بحد ذاته والرياضة بحد ذاته يلي بسوريا. يعني ما معقول مدرب معنا فيش الفشل زريع ومعناها دقربيل العراق عم حقق اربعة فوز على التوالي او اربعة فوز متتاليين وعم يرجع على منتصف الترتيب وعم يرجع على الاماكن الدافئة. انتو شو رأيكم? ومشكلة كانت من نزار محروس ام ما بنا نقول بالمنتخب بالرياضة السورية بشكل عام. اكتب لي بكم ان. اسمي لنقل التلفزيوني لمباريات الدوري السوري حاليا هلا بعد شوي يمكن او مبلش هلا مباراة الوحدي والنوعي راح تكون على دراما. مباراة اليوم. مباراة الجمعة جب لي والاتحاد على دراما طبعا جب لي والاتحاد نهار الجمعة بكرة. وحرجال لي وتشرين على التربوي. اذا هذا هو جدوى النقل مباريات الدوري السوري الجولي العاشرة. اكتبو لي كونت توقعاتكم لها المباريات. وصبا عملنا بالفيديو السابق ومعدوا توقيت مباريات الدوري السوري للجولي العاشرة. فيكم ترجعوا للفيديو السابق وتحضروا الجدول. توقعاته. فيكم كونت تكتبوا توقعاتكم. في الفيديو اليوم راح نحكي موضوع جدا ما هو عوجة او ما عوجة. ما بعرف انتو بتقرروا. اكتبوا لي كونت اذا هو عوجة ولا لا. كنا منتذكر الحلقة اللي كانت لازم تنعرض على قناة الاخباري سوري. يلي راح تجمع فراس مع الله فراس خطيب هلا الكل بدي يقول لك كل فيديو بديك تحكي ايه كل فيديو بدي يحكي ليش لانه المظلوم المظلوم لازم تنسوه طيب نحن اول فيديو عملنا على فراس خطيب انه شارك باحدة المباريات فيها مدربة تشيسي الاسرائيلة ونحن كنا عم نهاجم فراس خطيب فراس خطيب طلعوا ودافع عنه فسؤال ان القصة واحد اثنين ثلاثة وحكينا ما بنرجع ليدو كرة تم حرمانه او تم طرده من الرياضة السورية حلو نحن خ حلينا نكون حقانيين وما نكيل بمكيالين ان شاء الله بكون حيادة وبعطي لكل شخص حقه وانا في فيديو اليوم او كل فيديو بدي اعطي حقه لفراس خطيب ما بدي دافع عنه انما بدي اعطي حقه هو من حقه يدافع عن نفسه طيب نحن عرفنا انه في حلقة بتجمع فراس مع الله فراس خطيب على الاخبارية السورية الحلقة عملت تصورت المفروض هيك طلعت الاشاعات انه تصورت قبل ما طنعرض الحلقة سابق حكينا بساعتين او ثلاث ساعات طلع خبر على الاخبارية السورية انه الحلقة ما رح تنزع لأسباب ما ذكروا فيكم تقولوا أسباب كمان ما ذكروا طيب ليش ما نزعت الحلقة كمان ما حكوا طيب شو اللي عم يصير اليوم كان عم يتم اقالة مدير قناة الاخبارية اللي هو مضار ابراهيم مضار ابراهيم اليوم عم يتم اقالته شو السبب كمان محلي بيعرف يعني لامت نحن يعني لامت نحن ما نضل ما منعرف لامت نحن بدنا نضل ما نعطي الاشخاص حقه انه يدافع عن نفسه يعني مثل فراس خطيئ انت حرمت من رياضة بلده شو من كان السبب نتهم بريء حتى تثبت ادانته انتو اتهمتو بشي كتير شغلات السبب حكينا اكتر من فيديو انه فراس معلا سبق وشارك سابق باحد الاولمبياد وكان فيها لعبين اسرائيليين ولم يتم معاقبته هو كان يقول لا اسمح لأحد بتشكيك بوطنيته بس انت مسمح لك تشكيك بوطنية فراس خطيئة يعني ما بعرف او بوطنية غيرك بس انت ممنوع خط احمر ما بعرف يعني نحن نعمت ننكيل بمكيالين بالرياضة السورية في حلقة على الاخبارية السورية بتقول فراس خطيئ فراس معلا رح يتواجههم مع بعض وكل شخص بدافع عن حاله والجمهور بيحكم يا اما عرضوا هالحلقة وليش تم اقالة مدير قناة الاخبارية اللي حكينا عنه هو مضر ابراهيم ليش شو السبب اكيد بتعلق بها الموضوع يا اما عطوا لفراس خطيئ وقت يدافع عن حقه عبر القنوات السورية يا اما خيار تاني شتوبوا القرار تراجعوا عن القرار وقدموا اعتزار لفراس خطيئ لان هذا الشخص اذا ما تكن تخلوه يدافع عن حاله معناتها هو بريء يعني انتو خايفانين من شيء من شو خايفانين فراس معلا اذا انت بتعرف حالك عن حق طلع عبر القناة وواجهوا الاخبارية وواجهوا الفراس خطيئ اللي انت واحد اثنين 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 مشان هيك تم معاقبتك وعلى فكرة تمت معاقبة فراس خطيئ بعدم حضوره يعني ما انه موجود غيابيا ولا سمعوله ولا اتصلوا فيه ولا جاء اتصال وانا سألت احد الاشخاص مقربين من فراس خطيئ قال لي ما حد يسألوا ولا حد يتصال فيه ولا حد يقول لي شو صار معك لمجرد سمعوا الخبر يلا عاقبنا عقوبة عصفية مثل العالي يعني ما بعرف انا حبيت نرجع للموضوع لازم ندافع عن كل مظلوم انا برأيي بهاي النقطة بهاي النقطة فراس خطيئ لنظلم لازم اقل شيء يدافع عن نفسه انا وجهة نظري انه اقل شيء نترك فراس خطيئ يدافع عن نفسه ماذا رأيي بالموضوع بكل صراحة بكل حيادية ما بكي لب ميكيالين ان شاء الله اكتب لي بكومنت شو رأيك بالموضوع في الفيديو اليوم بتمنى دعم اكتب منكم للقناة لايك كومنت فعيز زر جرس ولا عمي حضرنا ما اشترك ما نشترك بالقناة اذا عاجبك محتوى القناة من قناة الكورة الزهبية بتمنى تشارك الفيديو للأصدقاء نوصل لاكبر عدد ممكن عشاق الياضة وعشاق منتخبنا الوطاة بتمنى دعم اضل الله خير سلاما